موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وزهلا بكم في حلقة جديدة من فيلم جامد والنهاردة حنتكلم عن الحلقة الاولى والتانية من مسلسل واند فيجن انا عارف ان انا في كذا مناسبة قبل كده كنت وضحت اني مش مهتمة قوي بموضوع المسلسلات بتاعت مارفل ده وبالاخص مع ظهور بعض التوقعات من ان الاحداث بتاعت المسلسلات تكون مهمة جدا فيه سياق على مارفل السينمائي نفسه ده شيء كان المفروض يسخني اكتر بس الحقيقة هو اثره كان عكسي لاني مش حابب السياسة بتاعت الاستدراج ديت والاجبار على انك لازم تتفرج على المسلسلات عشان تعرف تتابع الافلام بس في النهاية ظروف عرض اول حلقتين من واند فيجن كانت ملأمة اولا مفيش حاجة تانية في التلفزيون شغل وقتي ثانيا الحلقتين قصيرين جدا ثالثا مفيش اي منع من ان الواحد يقول عيش هي الحقيقة دي المفروض تكون اولا رابعا انا كنت خايف من اننا نكون محتاجين نعمل افلام عشان نعرف نتفرج على الحلقتين ولكن الحقيقة انا لقيتهم متاحين قدامي على او اس ان وحاسس ان المعلومة دي ما كانتش متسوقة بالقدر الكافي لان الحقيقة مشاهدة الحاجات على او اس ان دلوقتي يا جماعة ما بقتش صعبة شريحة كبيرة جدا من الناس اللي مشتركة في الشبكات بتاعت الموبايل عندهم اشتراك او اس ان تبع الباقة بتاعتهم واعتقد ان عدد كبير منهم ما يعرفش والحلقتين دول لقيتهم على او اس ان ان ديماند كده لا شفت لهم اعلانات ولا شفت لهم اي نوع من انواع التنوية تفتشوا يا جماعة في اشتراكات الموبايل بتاعتكم ممكن تلاقوا عندكم اشتراك او اس ان وانتو مش دريانين تجيب الحلقتين بتوع المسلسل وتستخدم الميرر فيوينج في موبايلك مثلا عشان تتفرج على التلفزيون ولا على البلاي ستيشن ولا على الاكس بوكس بشكل شرعي ومحترم ومتحضر وتتفاجئ معنا زي ما احنا تفاجئنا مبارح كده باننا بنتفرج على حلقتين من ستقام معمول في الخمسينات فهو للامان الناس ما كتبوش المنظر ده كان موجود في التريلرز اللي احنا شفناها للمسلسل بس تخيلنا انها هتكون فقرة عابرة مثلا نكتة كده في وسط الاحداث واقع موازي من اكثر من واقع بيحصلوا في نفس الوقت اه لأ شغل الكوميك بوكس والعوالم السينمائية والكلام ده واتهرش الدماغنا باقينا بنتكلم لغة دلوقتي بس لأ هم فعلا الحلقتين الاولى والثانية من مسلسل واندا فيجن عبارة عن ستقام وتسعين في المية من احداثنا مخلصة تماما للستقام ده بنشوف فيها واندا وفيجن المتزوجين حديثا وهم بينتقلوا لبلد هادية اسمها وست فيو واندا طبعا عندها القدرات بتاعتها وفيجن كمان عنده القدرات بتاعته وبيبذلوا مجهود كبير جدا عشان يخفوا القدرات دي ويندمجوا داخل المجتمع الحلقة الاولى احداثها بتدور عن سوق تفاهم بينشأ ما بين الكنين على موعد معين محطوط على النتيجة بتاعت التواريخ بينتق عنه موقف كوميدي وشوية حاجات زي كده والحلقة التانية بتدور عن عرض سحري المفروض يقدموه في حفلة لاستعراض المواهب في البلد والعرض بتاعهم ده بتحصل فيه مشاكل لان فيجن بياكل لبانا واللبانا دي بتتحشر في وسط التروس بتاعته وبتخليه يتصرف بشكل مش متزن وطبعا من خلال الاحداث والمواقف دي بنتعرف اكتر على علاقتهم وعلى احلامهم بانهم يعيشوا حياة طبيعية وهدية مع بعض وبنتعرف على الناس اللي بيشكلوا جرانهم والمجتمع اللي هم عايشين فيه وبتحصل مواقف كوميديا كتير ما اعتقدش ان الهدف الرئيسي بتاعها ابدا هو الضح وفي نهاية الحلقة التانية بنتطلع على حدث جديد ممكن يغير حياتهم بالكامل فيا ترى ايه هي اللي هيحصل او الحقيقة يا ترى هو ايه اللي بيحصل دي يا جماعة حلقة مناقشة ومش مراجعة لان طبعا ما ينفعش ان راجع مسلسل لسه ما انتهاش فاحنا حنتكلم بحرية حرقه وحنخش في تفاصيل الاحداث حاجة كده شبه اللي كنا بنعمله مع مسلسل جيموف ترونز لو تفتكروا فلو حضراتكم ما شفتوش الحلقة الاولى والتانية من مسلسل وان ديفيجون ومهتمين انكم تتابعوه افضل تقفلوا الحلقة دي دلوقتي وتبقوا ترجعوا لها لما تشوفوهم اللي احنا قلناه في ملخص الاحداث دا يا جماعة يشكل تقريبا 90% من اللي شفناه فيه 10% اضافيين بيحسسونا بالغرابة احداث كده تحس انها مش منتمية للعالم اللي احنا بنتفرج عليه ومنتمية اكتر للعالم اللي احنا كنا متوقعينه عشان نحط الامور في سياق واضح الاحداث بتاعت وان ديفيجون حسب صفحة المسلسل على ويكيبيديا بتدور بعد احداث فيلم افنجرز اند جيم يعني المفترض ان فيجون اصلا مش معانا وزي ما احنا عارفين فواندا ماكسيموف عندها القدرة انها تخلق واقع موازي ترسم عالم وتفاصيل واجواء وتعيش الضحية بتاعتها فيها فالتفسير الاوضح والاقرب للي احنا بنتفرج عليه دا هو ان واقع خلقت واندا وبدل ما تعيش حد فيه عاشت هي فيه في الواقع دا هي ما بتخسرش حبيبها وبتروح للحياة الهادية اللي كانت بتتمناها معاها واجواء الحياة اللي هي اخترتها هي المسلسلات الكوميدية العائلية البسيطة بتاعت الخمسينات والستينات ابيض وسود بفريم دا وفيه ناس بتضحك على كل موقف طبعا قدرتي انا كمشاهد على اني استمتع بالاجواء دا التكاد تكون معدومة لا الاحداث مثيرة للاهتمام ولا النكت بتضحك واللي ترمى من احداث غريبة لحد دلوقتي صعب جدا تربيته مع بعضه خصوصا واني من المشاهدين اللي ما اروش القوميك بوكس ويبدو من كثير من النظريات اللي طلعت ان فيه تفسيرات كتيرة للأحداث دي موجودة في القوميك بوكس ودي نقطة برضو غريبة شوية بالنسبالي يعني احنا عارفين ان فيه قاعدة كبيرة ومحترمة قارة القوميك بوكس بس فيه قاعدة اكبر منها كمان تبعة الافلام فلو حنرمي الغاز واشارات واحداث غريبة الانسب ان التفسير هيكون موجود في القوميك بوكس ولا في الافلام وبالتحديد لو دا بيحصل في اول حلقتين من المسلسل المهم على مستوى الاحداث الغريبة انا عن نفسي شفت تمانية واللي قارو الكوميك بوكس شافه بتاع 640 780 حاجة زي كده الحدث الاول هو اختناق الضيف اللي كان عندهم في البيت والسلوك الغريب لكل الناس اللي كانت عالترابيزة وبالاخص مراته الاشارة التانية وتكررت مرتين هي الشخص الغريب اللي بيتفرج عليهم زي ما يكون في تلفزيون وماسك ريموت كنترول ودي اشارة تكررت في نهاية كل حلقة عندنا الهليكوبتر اللعبة اللي ظهرت في الحلقة التانية الصوت اللي اقتحم الارسال بتاع الراديو وكان بيسأل واندا مين اللي بيعمل فيكي كده واللي تسبب برضو في سلوك غريب عند ضغط يجارتها اللي كانت بتتكلم معاها عندنا الاعلانين اللي ظهروا في منتصف كل حلقة واحد منهم لتوستر من ستارك اندستريز وطبعا احنا عارفين حكاية ستارك والتاني كان ساعة من مركة ستراكر وستراكر ده من الافلام هو الراجل اللي حول واندا واخوها في الاساس بعدين الحدث الاغرب على الاطلاق وهي الراجل اللي بيربي نحلل طلع من البلاعة واللي ادى للحدث الوحيد اللي اغرب منه وهو واندا وهي بتعمل ري ويند للي حصل ده عشان تمحيه من الحياة وبنختتم الغرابة بالظهور التاني للرجل اللي بيتفرج عليهم في ظل وجود صوت لو انا فكر صحي كان بيسأل مين اللي بيتحكم في اللي بيحصل ده اجواء غريبة والغاز غير متربطة وعناصر قليلة جدا تابعوا للاستمتاع وتشجع على المتابعة ولكن مقدرش اقول ان اللي اتفرجت عليه وحش لانه مش مكتمل اللي شفناه مجرد جزء من صورة كبيرة يمكن لما تكتمل نلاقيها جميلة جدا بما فيها الجزء ده بس اقدر بكل ثقة اقول ان طريقة عرض الصورة دي كلها على بعضها فيها مشكلة مشكلتنا هو عدد الحلقات زمن كل حلقة وطريقة عرضهم احنا شفنا حلقتين فعلا يا جماعة ولكن عرض المسلسل حيتم بعد كده كل اسبوع حلقة وده لانهم تسع حلقات والمسلسل حينتهي في خمسة مارس يعني حنستنى اسبوع بحاله عشان نتفرج على الحلقة التالتة اللي غالبا زمنها هيكون في حدود تلاتين دقيقة وبعدين نستنى اسبوع عشان نتفرج على كمان تلاتين دقيقة ولو المسلسل عاوز يتحرك في اجواء من الغموض ومن الالغاز فالدنيا مش هتتضح في اي وقت قريب ولو مسكنا اللي احنا شفناه لغاية دلوقتي وربطناه باللي احنا شفناه في التريلرز يبقى الدنيا حتتحرك ابطأ بكتير مما كنا نحب لان فعلا من الواضح ان الموضوع كله عبارة عن واقع موازي مخلوق في ظل الاجواء بتاعت المسلسلات التلفزيونية في نهاية الحلقة التانية الدنيا بتتلون وشكلنا كده بنتحرك لاجواء المسلسلات بتاعت السبعينات ومن التريلر باين كويس قوي ان بعد كده حنتحرك للتمانينات وهكذا شكل فني جميل ومعقد فيه تكريم كبير للارث بتاع المسلسلات دي وفيه اتقان وابداع في الاخلاص لشكلها الفني يمكن يكون هو الحاجة الوحيدة المثيرة للاعجاب حتى الان وبالتحديد في الاداءات التمثيلية البول بتاني وبالاخص اليزابت اولسن بس هل ده صالح للامتاع يا جماعة وإحنا بنختبره 30 دقيقة كل اسبوع اقرب شكل شفناه قبل كده الحاجة زي كده كان مسلسل واتشمن وفعلا مسلسل واتشمن كان ينرفز وإحنا بنتفرج عليه حلقة حلقة وفعلا في النهاية لما صورته اكتملت اكتشفنا ان هو كان من افضل مسلسلات السنة وصحيح ان مسلسل واتشمن كان فيه احداث كتير غريبة ومش مترطة في كل حلقة ولكنها كانت بتتحرك بالتوازي كل حلقة كانت بتتضح شوية اكتر من الحلقة اللي قبلها والعمود الفقري للأحداث ما كانش فيه اي حاجة غريبة وكان صالح جدا للمتابعة وصالح جدا للاستمتاع لذلك انا شايف ان لو حدوتت مسلسل واند فيجن ما كانش فيه طريقة تانية تتحكي بيها الا دي فعلى الاقل طريقة طرح الحلقات كانت لازم تبقى مختلفة كانت ممكن تبقى حلقات اقل زمانها اطول كانت ممكن تطرح كلها مرة واحدة زي ما تعودنا عن دينات فلكس وغيرها او على الاقل نكمل في الموضل بتاع حلقتين كل اسبوع ده وده لا يعني على الاطلاق ان الموضوع غير قابل للانقاذ لو بداية من الحلقة الثالثة الدنيا بتدت تتحرك وتترابط اكتر من كده شوية يبقى الدنيا زي الفل خصوصا وان التقييمات بتاعت المقادة اللي انتو بتشوفوها على المواقع دي كلها مبنية على الحلقات الثلاثة الاولى بس ففي الملخص المفيد يعني عاوز اقول ان اللي انا شفته لغاية دلوقتي ما بسطنيش وفيه القدر القليل اللي ممكن يخلي عندي فضول اني اكمل بس مش بحماس كبير قوي ومع ذلك شفنا قبل كده حاجات كتير بتنتهج المنظر ده وبتنتهي نهايات جيدة باقي بس اني اوضح ان ده مسلسل قصير يا جماعة مش موسم اول من مسلسل طويل يعني المفروض على قد ما انا فاهم انه هم التسعة حلقات دول وخلاص وطبعا مش هيكون فيه تقييم للي اتفرجت عليه لان كمان مرة المسلسل لم يكتمل وزمن الحلقة ما يشجعش انه هنعمل زي ما كنا بنعمل في جيموف ترونز استكمال التغطية والمنقشة بتاعة المسلسل ممكن يتم في شكل حلقة او اسبوعية لو في حاجات بتحصل او حلقة لما تحصل حاجة محورية اوي او اشوفكم ستة مارس مثلا ان شاء الله ولا حاجة لما المسلسل ينتهي اتمنى اكون نقلت انطباعاتي كلها بشكل واضح ومهتم جدا اعرف انطباعاتكم وقرأكم في الكومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارو ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجد لكم الحلقات او الباول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو وبي باي